السلام عليكم تمنى ان شاء الله تكونوا على خير وبخير ويلقاكم هاد الفيديو في احسن الاحوال غادي نقدم معاكم ان شاء الله هاد الاكلة الزوينة والصحية والمفيدة بزف اللي هي البطاطا الحلوة وغاديمشي للمقادر اللي ان شاء الله عندي هنا يا واحد البصلة كبيرة وبالنسبة للبصلة على حسب القيص دي البطاطا اللي غادي تكون عندكم من بعد ان شاء الله وغادي نهضروع للفوائد اللي فيها ده بغا نقدم معاكم المقادر وطريقة دي التحضير عندي بصلة اللي قلت لكم شلتها مزيان وما تكون شغلة اضافة يعني رقيقة عندي هنا يا واحد جوج عويدة دي القرفة وكذلك عندي واحد ثلاثة دي الدرسة دي التومة يعني ثلاثة دي الدك تومة يعني غدك الدرسة الصغار صفي هنا يا بالنسبة للعطرية عندي الخرقوم شوية دي السكينجبير وكذلك كيف ما كان كلكم العطرية على حسب القيص دي البطاطا اللي عندكم عندي هنا شوية دي اللي بزار الفلفول الاسود وعندي الملحة كذلك على حسب الضوغ عندي هنا يا زيت المائدة زيت نباتية ما كنديرولهاش زيت البلدية يعني معروف اي حاجة كنديرولها سكار وكنديرولها القرفة ما كنديرولهاش زيت زيت البلدية صفي هنا يا غدي نضيف ديك شوية دي الماء ضفت ديك نسكاس كيما شوكاسي راه كبير ضفت نسكاس دي الماء ورديتها على النار لان البطاطا خصها وقت باش طيب ماشي بحل يعني ماشي بحل البطاطا يعني البطاطا يلا غدي نديروها واحد شوية صفي غدي تطيب نضغية ضغية بالنسبة الفوائد ديال ديال البطاطا سيغتوف هاد الفصل هادا ديال الخريف يعني الجو كيتقلب وكان مرضو كيتجينا نزلة فهي مليئة مليئة بالفيتامين سي وكذلك بالحديد في هالحديد وفرصة انكم تعطيوها الوليداتكم وتأكلوها حتى حنايا يعني رها مهمة بزف بزف بغيت نشاركها معاكم كذلك بزف ديالنس اللي كيديروها في الفران وتأنا كنجرها في الفران ولكن نصفتها انصفتوها كيف ما كناش حال هاد الفران ديالزنقوك جلدي دوزوينة بزف وكذلك هاد طريقة هادي كنطيبوها حتى هي بهاد طريقة اللي كنديروها هاكا كطيب مع البصيلة ومع الزبيب هنا يا أنا عندي الزبيب البلدي يعني ما تصبش عندي زبيب العادي خديت وحيت له ذاك العظم وفزكت وفحت شوية المن طبيعت الحل ذاك الماء ما غاديش نضيعو غادي نخليه والزبيب ديالي غادي نقطعوه باش ما يجينيش كبير صافي مبادم ما خليت ذاك البصيلة حتى كطيب مزيان يعني باش ما كتبقاش قاسحة ولا تجي يعني كتغزز فغادي نخليها حتى كطيب مزيان وغادي نشوفها واش طابت إلا كانت نشفتش شوية من المرقة غادي نزيد لها واحد شوية ديال الماء وعد غادي نضيف البطاطا مع الزبيب هانتو ما كتشوفو ذاك الضغامرة كجيزوينة يعني ها الطيب هادا نقولولو الطيب ديال المقلي صافي هنا يعانب بعد ما غادي نزلي ذاك البصلة مزيان غادي نضيف ان شاء الله البطاطا هانتو ما كتشوفو يعني ذاك البصلة راها دابت وذاك تثومة كذلك وكذلك تطلع ذاك النسمة ديال القرفة يعني هاد الأوكلة صحية مئة بو المئة بالنسبة في الآخر غادي نضيف لها سكارسانيدا اللي ما بغتش تضيف سكارسانيدا تضيف العسل باش كتكون يعني أكلة صحية مئة بو المئة صافي هنا ينبعد ما ضفت زبيب وضفت ذاك البطاطا ديالي أنا درت هنا ثلاثة ديال الحبات كيف كتعرفو راها البطاطا الحلوة كتكون كبابرات بارك الله ما كتكونش صغيرة صافي هنا يكن ندر المرايقة يعني كنمر راها واحد شوية وغادي نغطع لها وغا نخليها حتى تتقلم زيان و تجي ذاك المرايقة تجي خاطرة و تجي ميسلة بعد ما غادي طيب إن شاء الله غادي نوريكم كيفاش كجي هنا دابا غادي نضيف شوية ديال القرفة و انطبعت الحل القرفة اللي كتكون قرفة بلدية زوينة يعني لكنت القرفة رومية را ما كديش زوينة نهائيا القرفة باش تعرفوها زوينة كتدروها اللسان ديالكم إلا تكلخلكم اللسان كتعرفوا بأن راها ديك القرفة بلدية ومزيانة صافي هنا يا كذلك غادي نضيف كما قلت لكم سكر سانيدة و اللي ما بغاش يضيف سكر ونخليها حتى كالطيب وغادي تشوفوها في طبق التقديم كما اشتوها في أول الفيديو نتمنى إن شاء الله هاد الفيديو يلقاكم في أحسن الحال ما تنسونيش من اللي لايك ما تنسوش تبغطاجوا هاد القناة مع العائلة ديالكم والأصحاب ديالكم وبقاع الناس اللي عزاز عليكم باش تعمل فائدة بإذن الله إلى اللقاء وفيديو جديد إن شاء الله ووصفة جديدة وما تنسونيش كذلك من التحليق الزوينة ديالكم كنقلكم بسلامة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر